بعد ان كانت جثثا صامتة لا نفع لها سوى عزل بناية الحكومة المحلية عن الانظار وخلق حاجز بينهم بمنظرها الرمادي الكئيب ها هي اليوم الحواجز تنبض بالحياة ولكل منها رسالة معينة بفضل رسامين هواد جعلوها هي الاخرى تشترك في الاعتصام المفتوح وسط ساحة الاعتصام في الديوانية جهود طوعية والاعتماد على دخولهم المحدودة في شراء ما يحتاجون والعمل ساعة طوال والاتفاق مع الجميع على تقسيم الحواجز وتنوع الافكار ليكون المشهد في النهاية تشريد واضح للحدث وبمعاني عديدة بالنسبة للموجودين قاعدين يرسمون حاليا هم مو اقتصاص فنون جميلة اقتصاصات مختلفة يعني اكو طب بيطري اكو هندسة احنا الانتفاق على الرسمة مبدئيا يلا نرسمها يعني الا بيها رسالة يلا دعم ذاتي وتقريبا صار اسبوعين الدعم من طلاب جامعة القادسية يلومون تبرعات الصبح اول تجمع اول المسيرة شباب يجيبون اعلام يقولون شي مثلك هذا العلم تبرع به على مواكب الموجودة وعلى مواد الرسومات الموجودة العمل وان كان به صعوبة في بعض الاحيان الا ان الفتيات اكدن على ان التحدي بفرشاتهن قد غالب كل الصعوبات الغاية انه نريد نوصل الفكرة انه هذين الاصطبات او جداريات كان الفارغات ومحلوات واحنا جمناهن يعني احنا جيل تغيير نقدر نغير الافضل ومو بس اني مو بس رسمتان صار لي تقريبا شهر ادام يعني اجد لهنا كدوان طيب اروح لدوان اجد لهنا وهمين صبغنا يعني ارصفه ونظفنه هنا فرشات رفضت الحرمان وهناك خلدت الشهداء واخرى داعم للاعتصامات والحواجز حملت افكار فن مؤثر برسائل انسانية من الديوانية محمد حسن قناة التغيير